سبيل الإعلام الحلقة 22 أهلاً 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 وسهلاً الحمد لله يتفضلوا الليلة جاءينيكم بشوك شديد نسمع قصة تانية من قصتي أنا الليلة هحقم لكم قصة سيد نعيسى يا جماعة في المرة الفاتت شفنا التفاصيل الحزينة لصلب وموت سيد نعيسى عليه السلام وشفنا بعض التفاصيل برضو عن دفنه بواسطة الراجل التقي اللي اسمه يوسف النزل الجنازة في قبر كان محفور من الصخر في شكل كاف وشفنا كمان إنه نسوان التابعات سيد نعيسى اللي كانوا جمعاه من الجليل تيب عن يوسف برضو وشاف أنه لما خدت الجنازة ودحرج الصحرة وقفل بيها الباب الغبر وبعد ذاك رجع اللي مكان قرامة وجهزا طيب وحنوت واستراحم في يوم السبد طيب الليلة هنشوف حصل شنو تاني وحنختم القصة بإذن الله أحايا يا جماعة في يوم الأحد مع طلوع الفجر النسوان ديل شالنا الطيب والحنوت ومشى اللي مكان القبر ومناك لقن إنه الحجر اللي كان بيسد باب القبر ما دحرج من مكانه دخلا جوا لكن ما لقن جسد سيد نعيسى وحتارا وفي أسناح حرة وبدون ما يتوقعا ظهروا ليهم ملكين وكانت ملابسهم لامع جدا ووقفوا جنبهم النسوان خافا ودنقرا اللي تحد والملكين اللي اثنين ديل قالوا ليهم يا مبروكات انت اللي بتفتشن عن الحي في مكان الأموات مختار الله قام من الموت ودلوقتي ما راقد هنا انت ما مذكرات لما كان معاكن في الجليل وقال ليكن سيد البشر حتماً حيتسلم لقبضة العشرار وحيموت مصلوب ولكن في اليوم الثالث الله حيكرمه ويبعثه من الموت والنسوان ديل هم مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وباقي صحباتهم فعلنا نتذكرنا الكلام ده ورجعنا من المغبرة وحكنا لحيران سيدنا عيسى الحداشر وبعض أتباعه لكن ما في زول صدق كلامه لأنه شافوه كلام ما بدخل في الرأس ولكن معاكده بوتروس قرر إنه يمشي للمغبرة ونشوف الحاصل بنفسه وقام فعلاً ومشي بسرعة وهناك محنى وعاين وفعلاً شاف إنه الكفن فاضي وما في جس جواه ورجع للدار الدار اللي كان قاعد فيها رجع متأجب ومحتار من الحصل وفي نفس اليوم داك كان فيه اتنين من أتباع سيدنا عيسى ماشيين لحلة يسمى عمواث والحلة دي كانت علي بعد عشر كيلومترات من مدينة القدس تقريباً والحيران اللي اتنين داك كانوا بيتكلموا مع بعض عم كل الحصل وفي أثناء كلامهم جاء سيدنا عيسى بنفسه وبيقى ماشي معاهم لكن اليوم كانت زي المغمضة وما عرفوهو في الوقت دا سيدنا عيسى قال ليهم يا جماعة انتو دي الوقت بتتحدثوا فشنو؟ والجماعة اللي اتنين دا الوقفه والحزن كان ظاهر على وجوههم وواحد منهم اسمه كالوباس جاوب سيدنا عيسى وقال ليهو يا أستاذ أفتكر انك انت الغريبة الوحيد في القدس المعرف الحصل في الليام دي طيب وروني الحصل شنو؟ الحصل يا أستاذ هو ان سيدنا عيسى ابن الناصرة الله كان راضي عليه واختاره نبي وكان قدير في الكلام وفي المعجزات العمل قدام كل الناس ونحن كنا مأملين عليه عشان ينجي أمتنا من شر الأعداء لكن رؤساء الأحبار عندنا ورؤسانا قبضوا عليه وسلموه للرومان والرومان حكموا عليه بالإعدام وصلبوه زيد على ذلك انه الليلة اليوم الثالث للحصل كمان في نسوان من جماعتنا حيراننا لأنه ينمشن للمقبرة في الصباح بدري ومالقا جثته ورجعا وقالا في ملكين لحليهن وقال إليهم إنه سيدنا عيسى حي وبعداك في جماعة تانين مننا ماشوا للمقبرة ولقوها فعلا فاضية زي النسوان ما قالا بالضبط ولكن ما تأكدوا إنه سيدنا عيسى حي فعلا يا جماعة شنو الفهم التقيل ده للدجرة دي قلوبكم بيقى دعميانا وما خلتكم تؤمن بالقال له الأنبياء المسيح كان مكتوب عليه إنه يقاسي لآلام دي قبل ما يتولى عرشه ويجلز عن يمين الله القديل وبعداك سيدنا عيسى ابتدى ليهم من توراة موسى والزبور وكل كتب أنبياء بن إسرائيل وشرح ليهم اللي تقال عن المسيح في كل الكتب دي ولما الجماعة دي لقربوا للحلة قال كانوا ماشين ليها سيدنا عيسى تظاهر بأنه ماشي الحدة أبعد من حدتهم لما عرفوا كده أصروا عليه عشان يبيت معاهم لأنه الوقت تأخر والليل كان داخل وسيدنا عيسى وافق وماشى معاهم ولما قعدوا للأكل سيدنا عيسى أخذ الرغيف وشكر الله وقسموا وقداهم وبالعمل دا الله ألهمهم وعرفوه وبمجرد ما عرفوه اختفى من جنبهم والحيران ديل قالوا لي بعض تاريح عشان كده لما كان بيحدثنا في الطريق ويفسر لنا الورد في التوراة والزبور وكتب أنبياء بن إسرائيل كان في قلوبنا شوق وحرارة أهيو كلامك صح يقولوا بس أنا كنت حاسي بكده فعله وبعد ذاك الحيران اللي اثنين ديل قاموا ورجعوا للقدس طوالي وهناك لقوا الحيران الحداشر وبعض أدباع سيدنا عيسى مجتمعين مع بعض وبيقولوا إنه السيد المسيح قام من الموت فعلا وظهر لي سمعان والحيران اللي اثنين بيدورهم كمان حكوا للموجودين بالحصل لهم في الطريق وإنهم ما عرفوا سيدنا عيسى إلا بعد ما قسم لهم الرغيف وفأثناء ما كانوا بيحكوا لأصحابهم عن الحصل لهم في الطريق سيدنا عيسى ظهر بي نفسه ووقف في نصهم وقال لهم السلام عليكم وكل الحيران استغربوا وخافوا وفتكروا إنهم بيشوفوا في طيف خيال ظهر ليهم لكن سيدنا عيسى قال ليهم يا أحبة أنتم مربوكين كده ليه وليش شك ما لقلوبكم عينوا لي يديني وريلي أهو أنا قدامكم هنا فعلا عيان بيان ألمسوني عشان تتأكدوا لأن الخيال ما عنده لحم وعظم وهو دلوقتي أنا قدامكم وسيدنا عيسى فعلا ورح حيران يديه وريليه ولكنهم كانوا لسه ممصدقين من شدة الفرح والتعجب وبعد ذلك قال ليهم يا أحبة عندكم أي شي أكله؟ وحيرانه أدوه قطعة كبيرة من السمك المشوي وشاله وأكله قدامهم وبعد ذلك قال ليهم يا أحبة زي ما قلت لكم قبل كده لما كنت موجود معاكم إنه فعلا حيتم كل ما ورد عني في كتب الأنبياء بما فيها التوراة والذبور وبعد كده فتح لعيران عقولهم بالشرح والتوضيح عشان يفهموا الورد في كل الكتب المذكورة وقال ليهم يا أحبة الحمد لله تم وعد الله المكتوب بأنه المسيح حيقاسل كتير من الآلام ويموت مكتول وبعد ذلك حيقوم في اليوم الثالث بإذن الله والدعوة حتنتشر باسمه للتوبة بين كل الشعوب عشان الله يخفر ليهم زنوبهم يا أحبة الدعوة دي حتكون بداية من الغدس وإنتوا حتبلغوها وحتكونوا شهود عليها وأنا حأرسل لكم السر الإلهي حسب وعد الله كريم عشان كده أقعد هنا في القدس لغاية ما السر الإلهي ينزل عليكم من السماء عشان يؤيدكم ويرشدكم ويقويكم وبعد ذاك سيدنا عيسى عليه السلام ساك حيران وطلع معاهم بر مدينة القدس بشوية لمكان قريب من قرية بيد عينيا وهناك رفع يديه ودعى الله أنه يباركم وفي أثناء الدعاء والدعم وحيران انحنوا ليه بتعظيم وولاء وقال الله رفعوا للسماء وصعد قدام عيونهم لغاية ما دخل في سحابه وبعد ذاك حيران رجعوا للقدس وهم فرحانين جدا ومع ترقب لنزول السر الإلهي عليهم كانوا بيسبحوا المولى ويعظموه باستمرار في بيت الله ديها جماعة كانت هي قصة سيدنا عيسى عليه السلام بكل عظمته وعجائبة يا سلام يا خالتي صفية والله قصة ما سهلة كله كله ربنا يديك العافية يا خالتي صفية على المعلومات المفيدة جدا جدا عن حياة المسيح عليه السلام والعرفناها من القصة دي الله يخليكم بجات قصة بمتعة جدا يا خالتي صفية شكرا لكم بركة لعجبتكم وفي متواك وإيه أنا بشكرك يا خالتي صفية على كرمك وصبرك وتغديرك لينا الحمد لله بعد القصة والحكة الممتازة نحنا حنودك لغاية ما نتلاقى بإذن الله في المرحلة الجاية إن شاء الله 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 تحييه زروب إخراعيك تم عادر شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر